ما هو أصل أنت يا سيادة المتحدث أنا ما قلت لكش أنت والمصدر رقيع المستوى إن أنا لو كنت دخلت مبارح أو أول مبارح على موقع ميناء اسكندرية هلاقي حالة السفن المغادرة هلاقي اسم السفينة ورقمها وتاريخ وصولها 28 والشركة اللي دخلتها إمكو وإنها عمل التفريغ حربي فسيادتك بتتكلم عن مين إيه هي المواقع المشبوهة بيانات وزارة الخارجية البرتغالية تصريحات الحكومة في ملطة ووزارة النقل تصريحات ناميبيا مش عارف طيب فهنا مصدر رقيع المستوى قال إنه ما فيس سفينة ولا حاجة يا جماعة ما جاتش أصلا بعدين متحدث العسكري نفى تماما القصة كلها وإن مصر ما بتساعدش إسرائيل في أي حاجة بعدين هنا كان لازم الحقيقة وأنا كنت سعيد جدا إنه كامل الوزير يتلطف الفضيحة دي كنت فعلا أكون حزين جدا إنه فضيحة بهذا القدر من العار والخيانة كامل الوزير ما يتلطش فيها لأن هي الحقيقة فضيحة شبهه يعني هو عفتاح السيسي العار اللي حصل ده شبههم قوي فاني كامل يطلع بيان من وزارة النقل إنه تم السماح للسفينة إنها ترسو في ميناء الإسكندرية لكن لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي الحقيقة ده بيكدب المصدر رقيق المستوى وقناة القاهرة الإخبارية تخيل معايا تخيل معايا أنا عندي بيان من القاهرة الإخبارية المصدر الرسمي أستاذ أحمد الطهري الشركة المتحدة الولاد على السوشال ميديا القاهرة الإخبارية قالت يا جماعة أوكي قالت إيه قالت ما فيه السفينة دخلت أصلي إيه وبعدين عندي وزارة النقل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزرة وزير الصناعة بيقول إيه يا جماعة بيقول السفينة دخلت فعلا وعليها شحنة بس الإنتاج الحربي وفي النص متحدث العسكري بيقول يا جماعة ما فيش أي حاجة خالص وإحنا ما بنساعدش إسرائيل ولا أي حاجة طب انتو بتنفوا إيه بقى يعني متحاس عسكري والقاهرة الإخبارية بينفوا إيه بيان وزارة النقل اتكلم الحقيقة عن مجموعة من النقط اتكلم عن وجود شحنة فعلا موجودة على السفينة دي وإن السفينة دخلت ميناء الإسكندرية السجلات الخاصة بميناء إسكندرية أثبتت دخول السفينة كاثرين للميناء وهي بتحمل العالم الألماني يوم 28 أكتوبر موجودة على رصيف 22 لتفريغ شحنة دي يعني قالوا في موقع ميناء إسكندرية أنها بتعمل تفريغ حربي وكان المفترض أنها تغادر الميناء يوم 5 نوفمبر لكن سرعا ما سرعت من إجراءات المغادرة يوم 31 أكتوبر طيب السفينة دي يا جماعة الخير عشان حضراتكوا تكونوا معايا أنا بعيدة أكد تاني أنا بعمل إيه ما انت قلت الكلام ده مبارح أوساما لا ما هم بارح حصلت حاجات بعد الحلقة وزارة النقل نزل البيان والجيش نزل البيان ونفوا طلعوا بقى الولاد على السوشيال ميديا وطلعوا نعقت من قبره في بيته عشان يردوا وطلعوا حذاء الأنظمة يهدد الناس اللي اتكلمت ويهددنا ان احنا هنتحكم عسكريا ولازم كلنا نتحكم وبتعفى أوكي تمام السفينة دي يا كدبين يا أفقين يا مضللين من أول ما طلعت من فيتنام في يوليو اللي فات لحد ما وصلت ميناء اسكندرية وانتو نفيتوا انها مش موجودة في الميناء في شوية دول قالت لها لا احنا مش عايزينك انت عليك يا اسلحة الإسرائيل